وأصلاح أنت برّ السجن بالحرية تتمتع لكن ترتكب جريمة راح يكون مصيرك داخل الزنزانة والسجن المركزي شعب مهندس يحلم أنه يكون شيء كبير لكن أخطأ وقاعد يدفع الثمن والثمن غالي جداً جداً أراحي فيك مهندسنا إياك الله شليابك هني داخل السجن؟ شنو الجريمة اللي سويتها اللي أنت الحين محكوم وقاعد تدفعث منها قالي؟ اللي يابني داخل السجن أكيد غلطة غلطة ارتكبتها خارج السجن ما شفت نفسي خلاص يعني هذا قضع الله وقدر قدر نقول بس ليش جيد؟ ربما أكون مظلوم وربما أكون مش مظلوم بس إحنا مو في وقت أننا نتكلم عن الظلم أو بس اللي صار الحين أني خلاص دخلت السجن والحين صال لي سنين جاعد أجور فيها سجن أكثر من ثلاثة عشر سنة ثلاثة عشر سنة بحكم يعني ما يتحمل حتى أنك حتى ما تتحمل الأذان أن إذنك تسمع هذا الحكم يصعب على إذن أن تسمع هذا الحكم فلو سألت نفسك كم أنت محكم؟ راح أقول لك والله أنا محكم كذا سنة طب كم يعني ممكن أكثر حكم ممكن تسمعه ممكن تتقبله هذا الأذن إذا سمعت حكم المؤبد ربما تكون ردة فعلة قوية جداً صح؟ فما ذلك لما تسمع بإنسان محكم أكثر من ميتين وخمسة وثمانين سنة كم كم كم؟ ميتين وخمسة وثمانين سنة أنت عارف شنو قاعد قول؟ أنا عارف شنو قاعد أقول شنو ميتين وخمسة وثمانين سنة؟ حتى الأذن إنت ما رح يتقبلها الأذن مات تتقبل حكم المؤبد مابالك بحكم ميتين وخمسة وثمانين سنة لشخص تجاول سبعة وخمسين سنة الحين صر الأكثر من ثلاثة عشر سنة في السجن حتى تخفيض يوم واحد ما جاله مهما كان الجرم اللي أنا مسويه برا 13 سنة 13 سنة ورا سنة عيد ورا عيد رمضان ورا رمضان أكثر من 25-26 رمضان عدى علينا أكثر من 13 رمضان أكثر من 25 أو 30 عيد عدى علينا هني لكن للأسف ما شفت شيء يعني حتى يقولون في شيء اسمه نص في شيء اسمه ربع في شيء اسمه دمج حاولت أول محاولة دمج ما فيه ثاني محاولة دمج ما فيه يجأ نصف المدة ما فيه ربع المدة ما فيه إيدي خالية ما فيه أهلي مهنية بروحي إذا كنت عايش أنا بالكويت هني بروحي من راح يده يعني خلاص أفقد الأمل في الحياة أفقد الأمل في وجودي كإنسان كبشر لا ما يسير يعني أنا غلط مهما قلت لك أنا بريء ما راح تصدقني اللي صار أني أنا انحكمت وخلاص السجن هو عبارة عن فترة عقوبة يقضيها الإنسان داخل السجن ومن ثم يخرج ما فيه إنسان يجي في يوم من الأيام قال لي وين عيالك؟ وين عيالك؟ أكثر من 13 سنة عايش بسجن ما فيه واحد قلب وجهي نهائي ليش؟ ليش؟ ماني إنسان؟ ماني بشر؟ ماني لحم ودم؟ ودي أشوف عيالي؟ ماني؟ ما لنفس أحتضن عيالي؟ ملا؟ أخي أعطني مو مشكلة أعطني فرصة أعطني أمل في الحياة لحددت لي فترة عيشة يقول لي راح تقعد في سجن يا سيدي عشرين سنة الآن صار لي فلا بتاعي شاني باقي سبع سنين إذا الله سبحانه وتعالى عقاني عمر خلا يعني راح أشوفهم ومعطيني أي نوع من الأمل في الحياة نهائي موسيقى عطني أمل في الحياة عطني أمل في الحياة نعيش على شانه أنا شدي عايش قاعد داخل وأشترب بدي أقعد في السجن خمسة عشر سنة أنت تعرف شنو معنا خمسة عشر سنة؟ يعني أكثر من أرباح تلاف وخمسمية يوم ما في إنسان يسأله عندك أهل حتى أنه ما في إنسان يحاول أن يقرب بينه وبين أهله أنت متزوج؟ أنا عندي ستة عيال عندي أولي خليك أربع بنات وعندي محمد وعبد الله الله يخليهم شون أخبارك معهم؟ أخي الحمد لله عايشين ما راح يقول لك إنهم عايشين ما أحد يموت من اليوم يالي عايشين الحمد لله البنات الحمد لله من فضل الله تزوجت ثلاثة عند تزوجن إلا أن البنك تراب عددون والله ما راح تزوجن لأن الله يخرج أبيه عندما يخرج أبيه راح تزوج طيب بوش ماتا راح يخرج ماتا راح يطلع ماتا راح يطلع ما أحد يعرف وأنت راح في لا يا بابا وما أقدر أقول لها كيم حكمي وعندي محمد وعبد الله محمد ما شاء الله بكتور إن شاء الله بقي لسنة ويتخرج أنا أريد أن أعرف شنو الجريمة اللي أنت سويتها عشان اللي برع بيت تعب الجريمة اللي سويتها عدة قضايا تم القاء القبض علي من أكثر من 13 سنة ودخلت السجن في عدة قضايا اتهمت في عدة اتهامات حاولت أدافع عن نفسي بكل الوسائل لكن ما استطعت ما في محكمة بالكويت اللي دخلت بس ما شك أن كنت ارتكبت جرائم أنا ارتكبت أنا قلت لك ياها الحين فات الأوان بالتحدث عن الجرائم والله العظيم أقسم بعز الجرائم والذي لا إله إلا هو أتمنى أتمنى وأسأل ربي في سجودي يا رب مد في عمري سبوع بس ما موت داخل السجن ما نفسه موت داخل السجن مهب زينك تموت داخل السجن يقول الأبو مات داخل السجن ما يسير ياه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر ويرحم ما يقول النقطانة ما يقول جابونا من المساجد لا وهي الناس ياخي مو أنا قروحي بالسجن لما تأخذ من عمري عشرين سنة كم باقي لي من عمر كم باقي لي من عمر لما تأخذ من عمري عشرين سنة ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة